الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هل الصائم يفرح كونه صام أم أفطر يعتقد الكثير حينما يسمع حديث للصائم فرحتان فرح حين فطره وفرح حين يلقى ربه أن الفرح المقصود حين فطره يعني فرحه بالأكل والشرب بعد جوعه وعطشه يومه أو في شهره كله وأن الصائم الذي تضور جوعا وعطشا يتشوق للطعام والشراب فتحصل له الفرحة عندما يفطر بشبعه وارتوائه والحقيقة أن هذا المعنى ليس هو المعنى المقصود من عدة وجوه فليس الشبع والأكل والشرب هو حقيقة السعادة والفرح لمن عرف معنى الصيام وحقيقته وأجره ولا يتناسب كذلك بحق الصيام مصائم أن يكون فرحه وسعادته بالأكل والشرب أكثر من صومه وكأنه كان حزينا يوم صومه أو كان ثقيلا عليه وكذلك لا تتناسب الفرحتان فلا مقارنة ولا تناسب بين الفرح بالأكل والشرب مع الفرح بلقاء الله إذن الفرح المقصود عند فطره أو حين فطره أي فرحه كونه أتم صوم يومه كاملا أو شهره على أتم وجه إيمانا واحتسابا صياما حسيا ومعنويا وروحيا فتحس وتستشعر الأجر والثواب والعطاء بعد هذا التمام ففرحه فرحا كبيرا فرحا يؤهله للفرحة الأكبر وهي لقاء ربه الذي اختص الصيام به سبحانه وادخر وأخفى أجره فالصيام من أعظم النعم التي منى الله بها علينا وإتمامه على الوجه المطلوب هو الفرحة الحقيقية ألم تقرأ وتسمع قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل والإتمام في القرآن يأتي مع النعم دائما قال تعالى ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبوك من قبل إبراهيم وإسحاق وقال سبحانه ولأتم نعمتي عليكم وقال كما جاء في سورة البقرة اليوم أكملت لكم دينكم كما جاء في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي والجميل في آيات الصيام أن الله تعالى حينما تكلم عن يعني عدة أيام الصيام قال ولتكمل العدة وحينما تكلم عن الصوم قال ثم أتم الصيام إلى الليل ذلك لأن الكمال غير قابل للنقص والزيادة لذلك جاء مع اليوم أكملت لكم دينكم وكذلك مع ولتكملوا العدة والإتمام قابل للزيادة لهذا جاء مع النعمة في كل آيات القرآن لأن نعم الله في زيادة وخصوصا مع الصائم والنعم والخيرات والأفراح دائما تأتي بعد الإتمام فلما أتم إبراهيم كلمات ربه صار إماما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ولما أتم موسى يعني أتم موسى ميقات ربه أعطي التوراة ونال شرف الكلام مع الله ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وكذلك رزقه يعني رزقه الله بالزوجة الصالحة حينما أتم مدة عقده قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا ف فمن عندك إذن الفرحة الحقيقية للصائم هي الفرحة بإتمام الصوم إن كان في يومه أو في طيلة شهره قد يقول قائل أوليس أيام العيد أيام أكل وشرب وهذه بحد ذاتها فرحة بل لا يجوز أصدن الصوم في يوم العيد كلام صحيح لكن من قال إن الفرحة لأجل الطعام والشراب الطعام والشراب هو وسيلة للتعبير عن الفرحة الحقيقية بالعيدين لهذا جاء العيدان بعد طاعتين بعد أتم الصيام وبعد وأتم الحج عيد بعد أعظم يوم وهو عرفة وعيد بعد أعظم شهر وهو رمضان ففرحتنا في عيد الأضحى لأن في ذلك اليوم كمل الدين وتمت النعمة فنزلت آية إكمال الدين وإتمام النعمة في يوم عرفة ويوم الجمعة وفرحتنا في عيد الفطر لأنها جاءت بعد إكمال العدة وإتمام الصوم إذن من أتم صيامه على الوجه الأمثل حق له أن يفرح واستحق الفرحة الثانية عند لقاء ربه لما سيجد من جزيل ثواب وعظيم عطاء إذن يا حبذ الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها إذن لقاء الله سبحانه وتعالى والفرحة بلقاء الله هي من أعظم الأشياء التي تتحقق بهذا الصيام اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلاء أن تتقبل من الصيام والقيام وصالح الأعمال هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر